مكملين في جلسة حوار مع أبينا البطريارك مع ممثلي الأنشطة الرسولية السؤال من رأفط حاليا أصبح لوسائل التواصل الاجتماعي تأثير قوي جدا في كل المجالات المجال الفكري والمجال النفسي والمجال الروحي والاجتماعي في كل المجالات وكمان دخلين دلوقتي على عصر الزكاة الاصطناعي وده هيزيد العملية صعوبة وتعقيد هل الكنيسة استعدت لوجود كوادر وهل للأنشطة الرسولية دور في أنها تعد كوادر علشان تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وبالأخص تطبيقات الزكاة الاصطناعي أفضل استخدام لخير الكنيسة ولخير المجتمع ولبنيان الإنسان السوي شكرا سيدنا بتأكيد زي ما حضرتك قلت أنه الوسائل التواصل تكنولوجيا الحديثة وهي زيها زي أي عنصر في العالم أي عنصر إنساني هي إيجابية وسلبية حسب استخدامها فهي إيجابية متى استخدمت للبنيان متى وضعت في الخط بتاع الهدف بتاعها وسلبية لو هي بتساهم في هدم القيم في هدم الإنسان في إنقسام البشر مع بعض اسمها وسائل التواصل الاتصال ممكن تكون وسائل الاتصال ومن الكنيسة دول في ناس متخصصين في الوسائل لكن القضية مش الأشخاص بس القضية الأفكار اللي وراء وسائل التواصل لأنه كمان وسائل التواصل مش مجرد بس الحاجة اللي أنا بس تعملها الموبايل ولا اللابتوب ولا الإنترنت مش بس ده لا ده فيه أفكار ومؤسسات وراء الأليات دي بتوجهها لأهداف معينة فعيزا لازم ناخد بالنا إنه لما بيجيني أنا يعني أبليكيشن ولا حاجة ولا بتاع لازم أعرف إنه الناس اللي حطوه يهدفوا إلى حاجة مهين ممكن حاجات كتيرة جدا بالتدريج بتهدف إلى هدم الأطفال مثلا هدم الأسرة هدم القيم وهي كلها حاجات لطيفة كلها حاجات حلوة خالص في البداية كده ما بنحسش كأنه الواحد بياخد السم في العسل فده لازم أظني ناخد بالنا منه ينطبق ده على الأنشطة الرسولية ينطبق على المدارس ينطبق على كل حاجة في الحياة بتاعة الإنسان ينطبق عليها كيف نستخدم أخيرا قدست البابا عمل رسالة بابا يعني رسالة رسولية عن الزكاء الاصطناعي ولو البعض منكو أراها حيشوف إيه الحاجات اللي ميزات فيها وإيه الحاجات اللي خطر فيها أي حاجة تفقد الإنسان إنسانيته مهما كانت حلوة لا طبعا فنيجي نقول الأنشطة الرسولية الأنشطة الرسولية بتستخدم التكنولوجيا ووسائل التواصل أيضا في البنيان أكتر في إنه أعمل بها أنشطة تساعد تعمل بعض العناصر اللي تعود صعوبة الحضور بتاع الأشخاص صعوبة الحضور لكن لا غنى عن الحضور الشخصي مرات كتير جدا عايزين إحنا وإحنا قاعدين في البيت لابسين الترينينج وبنشرب القهوة بتاعتنا وعايزة تابع وأقول أنا إيه اللي يوديني لأ عشان كده مثلا الحضور في معهد التربية الدينية عليه درجات بيقولك ليس لك حق الغياب لك بعض إمكانية الغياب للضرورة عشان كده لو زدت عن الحاجة دي ما بتدخلش الامتحان ليه؟ لأن الحضور جزء مهم وهكذا فإذا أنا أعتقد أنه كل الحاجات اللي اتقالت هي تسري على الأنشطة وتسري على غير الأنشطة سيدنا شكرا للإجابة المستفيدة وباخد من كلام غبتتكم ومن رسالة قداسة البابا فرانسيس أنه الكنيسة في احتياج لتعيين أشخاص متخصصة جدا في عمل الزكاة الاصطناعي علشان الكنيسة تكون حاضرة وجهزة لمواجهة الأحداث اللي هتحصل لأنه مع الإيجابيات الرائعة للزكاة الاصطناعي لكن كمان هناك أحداث هتتعلق بأسلوب التعليم والتفكير المخالف لتعليم الكنيسة فمحتاجين فعلا أنه يكون فيه تعاون ما بين مجلس البطاركة والأصقفة مع الأنشطة الرسولية لتكوين هذا الكاتر شكرا سيدنا طبعا إحنا ككنيسة كنيسة الكاتوليكية في العالم هناك لجان على مستوى الكنيسة الكاتوليكية في العالم تخصصات في مجالات كتير ومن ضمن التخصصات دي المجال الإعلام والتكنولوجيا وفيه طبعا فيه اللي جان بتدرس يعني الإرشاد الرسولي اللي بيطلع ده مش إنه قدسة البابا هو اللي بيكتبه الواحد ده نتيجة عمل جماعي وفي الآخر طبعا البابا بيوجه بيعمل بيحط ملاحظات وفي الآخر بيطلع إرشاد رسولي للكنيسة فأنا أظن إنه يعني القضية حكاية هل الكنيسة استعدت طبعا الكنيسة على المستوى العالمي مستعدة هل إحنا هنا في مصر لما نيجي نتكلم على الكنيسة المحلية إحنا عندنا للأسف إحنا طبعا جزء من المجتمع بتاعنا برضو فإحنا بنعمل إيه؟ بنبلع الوسائل دي ونستهلكها دلوقتي الشباب أشطر من الأجيال اللي فاتت يعني أنا يا دوك بالكاد بعرف أستعمل الموبايل والكمبيوتر لكن الأولاد اللي تولدوا هم جيل التكنولوجيا على طول بسرعة يعني أنت بتعمل إيه؟ أنت قاعد نص ساعة عشان تعملي عملية صغيرة كده هو ممكن يعملها لك في دورتين كده خلصت فإذا في نمو في الأجيال في تغيير في الأجيال وهكذا فالكنيسة طبعا فيها استعدادات كتير جدا ولكن لازم نعترف أنه مهما إن عملنا حيفضل دايما الخطر قائم التحدي قائم مش هنقدر نتفادى كل الحاجات بس على الأقل لازم ناخد بالنا من أكتر الحاجات خطورة على حياة الإنسان وأكتر الحاجات فايدة للإنسان شكرا يا سيدنا سؤال روبير على ذكر التطور يا سيدنا زي ما غبتتك عارف إن في بعض من الناس جوه الكنيسة بتشوف إن في صلوات أو في بعض من طقوس الكنيسة بتطول شوية فبيبقوا بيحسوا بشوية ملل أو بينزعجوا منها فإنها لسه ما تطورتش فرأي غبتتك إيه؟ وهل في خطوات تتخذت في الموضوع ده؟ أنت بتمل من إيه بالزبط؟ أنا مش بمل أنا مع الكنيسة أولا التقوس هي نقدر نقول كده الوسيلة اللي الكنيسة بتعبر بيها يعني بنسميها الليتورجية الليتورجية يعني اللي هي ممارسة الأسرار المقدسة الصلوات بكلمة الله كل الحاجات دي الليتورجية والطقوس دايماً نبعة من وسط الإنسان هتلاقي إنه أغلب إحنا عندنا مثلا التقس الإبطي تقس زراعي كان أغلب الحاجات تلاقيها ميلة للطبيعة يعني بنشكر ربنا على كل الخلقة بنصلي من أجل الزرع بنصلي من أجل النيل بنصلي من أجل الفقراء والأيتام يعني نبعة من وسطنا إيه اللي بيخلينا نميل بالزبط اللي بيخلينا نميل من الطرفين ممكن يكون طريقة الصلاة مش مساعدة والأكتر هو جواية أنا مشغول بحاجة تاني عايز أروح مشوار مش منسجم أوي مع الناس اللي بتصلي دي وهكذا يعني في حاجات فعيزا في ناحيتين أنا والجانب الآخر يعني فالموضوع مش قد كده موضوع الصلاة في ذاتها ولكن أكتر في استعدادي أنا في ممارستي أنا في مشاركتي أنا لكن كمان لو إحنا خدنا مثلا الأداس كل واحد بيطلع بيقرأ هل اللي بيطلع بيقرأ ده بيحضر الإراية كويس ولا على آخر دقيقة كده خد اطلع يطلع هو مش عارف يقرأ إيه بالزبط ويتلقلق ويعمل أو واحدتين يطلع يقرأ وبيوكل كلام لا السامع فاهم ولا هو بيقول حاجة فإذا في حاجة غلط موجودة هنا فإذا كيف نحضر صلواتنا كيف يحضر القارئ يعرف إنه هو لما بيقرأ مش بيقرأ لنفسه بيقرأ للسامعين الكاهن بيقول ازغوا الشماز قفوا بخوف لسماع الإنجيل المقدس كلمة بمخافة بخوف يعني بهيبة هل إحنا كده ولا أنا قاعد وزهقان من نفسي فإذا في حاجات كتير قوي داخلية وخارجية بتساعد لكن في نفس الوقت برضو هناك التقوص اللي اتعملت في وقت من الأوقات ممكن الإضافة عليها وممكن التجديد فيها تجديد مش إلغاء ده مهم جدا ناخد بالنا لكن من يجدد من يغير مش أي حد ولا حتى الكاهن نفسه ولا البطران لوحده لازم بيتعمل إيه في حاجة اسمها لجنة تقوص حاليا في لجنة تقوص على مستوى السينودوس لأنه الطقس الإبطي أنا مليش دعوة بالتقوص التانية لكن اللي هي في الطقس الإبطي فلجنة تقوص تابعة للسينودوس أو نابعة من السينودوس يقودها الأنبى مرقص ويليام اللي هو موتران القصية ومعاه مجموعة من الكهنة والعلمانيين اللي بيشاركوا معاهم في دراسة الموضوع اللي هم موضوع الدراسة والتجديد مثلا ناخد التقوص بتاعة إسبوع الألام مثلا أو الأداز أو غيره فبياخدوا حاجة حاجة بيدرسوها يدرسوا إيه بقى مش إنه دي عجباني خليها دي مش عجباني شيلها لا بندرس هذه المقطوعة وهذه القطعة اتحطط ليه إيه الهدف اللي اتحطط من أجله إيه ال الأباء لما فكروا فكروا في دي إيه يبقى لما نيجي تغيرها هناخد نفس الهدف نقدر نغير بإيه نجدد بإيه هل في الطلبات في طلبات جديدة أيوة في طلبات جديدة هل تضاف الطلبات التانية نعمل فيها إيه وهكذا يعني لما يقول إيه سبي البربر والهراطق خصيف الأعداء والأعداء والأعداء طيب نقدر نغيرها بإيه نعمل إيه هل فيه سبي البربر دلوقتي مثلا هل فيه أعداء آه فيه بس نصلي لهم إزاي مش إنه هد حلهم واخرب بيوتهم لا لا مش ده اللي تصليوا عشان نصلي من أجل هدايتهم مش هدهم يعني فيه شوية حاجات كده فيه الطقوس مثلا كنا نستخدم اللغة اليونانية زمان لما كانت اللغة اليونانية هي اللغة للشعب بعد كده بقت اللغة القبطية بقى الشمس يعني كان يقول حكاية إعادة الشمس لما بيقول صلوا من أجل كذا كذا لأنه الأسيس كان بيقول باليوناني وهو بيترجم بالإبطي لما اتحولت الحكاية بقت بالإبطي وبالعربي دلوقتي كله بيتقال أغلبه بالعربي فهل في داع إنه الشمس يقدر يراجع نفس الصلاوات تاني مثلا تكرار في حاجة زي كده الأسيس بيقول أذكر يا رب الكهنة والقممس ما فيش داعي بقى الأسيس يقول صلوا من أجل القممس والكهنة والشمم تاني مثلا وهكذا فتبسط لقى اللجنة تدرس كل هذه الأمور وتدرس دراسة عميقة للأسباب وللقواعد اللي عملتها ثم تقدم هذا المشروع إلى السينودوس فالسينودوس يدرسوا وبعدين بما إننا إحنا مع كنيسة كاتوليكية كمان بنعرضوا مع اللجنة بتاع روما كمان إنه بتشوف معانا وفي الآخر بعد ما يقر كل ده يقر التغيير شايف المرحلة ده يبرر يا سيدنا يعني البطء في الموضوع آه قصو في ناس يقولك ما نتغير وفي مرات قسس بيغيره لا غلط مش مظبوط عشان كده كيف نحترم الأسلوب بتاع التغيير مش على مزاجي مش دي عجباني أو دي عجباني لا فإذا هنا الفايدة اللجنة التقصية الطريقة اللي بيعملوا بيها آه كمان الصلوات آه زي ما قلت قبل كده كيف نحضر آه الموضوع مش إن أنا آه صوتي حلو فأقعد إيه أقول آه موويل الصوب لا ولا في نفس الوقت إننا آه آه كاروت يقولك أبونا ده ما فيش بعد كده ربع ساعة نكون خارجيه أنا ممكن أعمل القداس هو هو بنفس الطريقة لكن مصلة بساعد الناس إنها تصلي معايا فين أوقات الصمت اللي ممكن نعملها في في القداس دو 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 طول الوقت فين الوقفات فإذا كل ده مطلوب تجديد ولكن تجديد بقواعد تجديد من الأشخاص المسؤولة طيب سيدنا بمناسبة هذا الكلام هل فيه إمكانية برضو أن كنستنا الإبطية تنفتح على التقوص التانية بمعنى أنها تجد بعض الحاجات المميزة في التقوص التانية وتضمها وتبقى جزء من تقصنا أنت تقص لك شخصية يعني فيه فرق بين أننا أخد ترنيمة في كرال وفيه فرق بين أننا أخد حاجة في تقص وبعدين فيه بعض الحاجات المتشابهة كتير لكن فيه خصوصية أنا بقولك يعني أنا صليت مع ناس أجانب كتير بالتقص الإبطي لما كنت في المينيا كان معايا أسيس أمريكاني صلى معايا بالإنجليزي التقص الإبطي الرجل كان منبهر بيقولي الكلمات بتاعت القدس بتاعتك رائعة قلت يعني الناس الغريبة هي اللي بتقدر الحاجات وإحنا لأننا تعودنا على الموضوع مش حاسينه وناخد بالنا كمان من أنه مرات العادة ممكن فيها خطورة تفقدنا الموضوع لأنه المطلوب دايما هو أن أنا كل مرة بجدد حياتي أنا بجدد أنا حضوري بصلي مع فإذا ده مهم جدا إلى جانب أنه فريق الشمامسة اللي بيرتل هو مش دوره أنه يحل محل الشعب دوره أنه يساعد الشعب بأنه يصلي فده نقط يعني كلها حاجات مهمة جدا في عملية التغيير فإذا الموضوع مش تجديد للتجديد تجديد لأنه أصلي أفضل شكرا يا سيدنا سؤال مفادي سيدنا ابنية جواكد دلوقتي نفي الأنشطة رسولية هي جديدة أو متجددة فإزاي تقدر تلاقي مكانها في بستان الكنيسة إزاي تقدر تلاقي مكانها في بنيان الكنيسة وتكون رسولية وخدمة لداخل الكنيسة نفسيها ممكن أستوضح منك السؤال أكتر لأنه إحنا تكلمنا عن الموضوع ده إيه بالزبط اللي أنت تقصده في إيجاد مكانها في الكنيسة يعني هي النشاطات رسولية هي تكون موجودة في خدمة الكنيسة إزاي نقدر نلاقي إن الكنيسة بتستقبلها وبتديها المساحة ومجال العمل ومجال الخدمة داخل الرعية حضرتك تقصد إنه اعتراف الكنيسة بالنشاط الرسولي بالنشاط الرسولي أولا الكنيسة لا تؤسس نشاط الرسولي النشاط الرسولي يوجد لاحتياج معين داخل البيئة داخل الكنيسة حتى الكنيسة ما أسستش رهبانيات هم أشخاص محمدين بمسيرة روحية حسوا بإنه الكنيسة في الوقت ده روح الله بيقودهم إنهم يأسسوا هذه الرهبانية وهذا العمل لبنيان الكنيسة هتلاقي كل الرهبانيات تقريبا المؤسسين بتوحها خدوا الاتجاه ده وعملوا ونفس الطريقة برضو في الأنشطة الرسولية الكنيسة بتعترف بالنشاط لما يثبت لما يثبت ذاته يقول إنه الكنيسة بتبنى منه ساعتها بقى الكنيسة بتقول آه هذا النشاط مفيد ويبقى بالتدريج طبعا بيعترف بيه وبيعمم في الليلة لكن مين اللي بيعملوا الأنشطة دي اللي عندهم الموهبة بتاعة النشاط ده ناخد بالنا مش أي حد يدخل في أي حاجة آه يعني أنا فاكر كويس لما آه كنت برضو مطران وجاني آه أسيس هو عنده الموهبة دي جدا فقال لي يا سيدنا اديني كم أسيس يساعدوني في الموضوع شايفين الطلب اديني كم أسيس يساعدوني في النشاط ده أنا قلتله أنا ما عنديش أسس يساعدوك هاتلي أسيس أو أسيسين هم حسين نفسهم في الموهبة دي وأنا حطهم معاك بمعنى ان غبتتك مش المفروض الكنيسة تفرض نشاط معين على شخص معين لا فيه أنشطة معينة أو فيه أعمال معينة هي أساسية في الكنيسة يعني أنا لما أقول الصلاة 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 دي على الكل لكن لما أجي أقول خدمة المساجين مثلا أو خدمة يعني المعوقين أو خدمة الصم والبك دي مش أي حد يعملها ده لازم هو نفسه من جوة حاسس أنه منجذب نحو الأشخاص حابب الأشخاص دي مستعد يدي وقت عنده صبر يتابع الأشخاص دول مستعد أن يتعلم اللغة بتاعتهم يعني أنا لما بتعامل مع الصم والبكم لازم أتعلم اللغة بتاعتهم لما بتعامل مع الإخوة العميان لازم أعرف احتياجاتهم إيه في الموضوع يعني القضية قضية واسعة جدا فالكنيسة في حاجات معينة زي التعليم المسيح زي حتى التعليم المسيح أنا مقدرش أجيب أي واحد وأقول له علم تعليم المسيح لازم هو يكون دارس مستعد منشأ على الموضوع كان بالأكتر بقى الأنشطة الرسولية التانية لازم الموهبة في الأول بعد كده بقى الكنيسة بتاخد الموهبة دي وبتحطها في خدمة بنيان الكنيسة ده معناها سيدنا أن النشاط هو اللي بيبرز الأول وينمو ويخدم ثم الكنيسة يعني تباركه أو تباركه البركة الرسولية بحيث أنه ينتشر أكتر يعني النشاط بيوجد مثلا في كنيسة من الكنائس الرعاية يعني وبعدين مع المطران بتاع الإبرشية هو بياخد النشاط ده وبيتابعه لغاية ما يقف على الرجلي كويس ويبقى فعلا يبان إنه هو خدم الكنيسة ثم بعد كده ممكن حتى بعد كده النشاط ده يتنقل من الإبرشية دي لبقيت الإبرشية التانية وطبعا أكيد لازم النشاط ده يبقى لين لقحت نظام أساسي طبعا طبعا بعد في حكاية المأساسة دي يعني إنه يبقى تأسيس لابد إنه يكون اعترب بالكنيسة يبقى لازم يكون في ليحة قانون يعني نظام أساسي وهكذا سؤال من أستاذ كامل سيدنا عدنا فترة كانت صعبة اللي هي فترة كورونا وعلى مستوى المجتمع على مستوى الكنيسة على مستوى الأنشطة الرسولية اتأثرنا كتير بنعاني بعض الشيء دلوقتي لكن أكيد في بعض النصائح اللي حضرتك حابب إن إحنا نستعين بيها لمواصلة العمل والنشاط الرسولي فحضرتك تنصحنا بإيه؟ متهيقلي إنه تأثير كورونا موجود لغاية دلوقتي طبعاً أكيد وبعدين لغاية دلوقتي ما عرفناش إيه السبب فيها يعني في حاجات كدي كل شوية يقولون متلازمة ومش متلازمة وكانت فيروسات جديدة لكن ربنا رحمنا الحمد لله بنسمع أقل منها بالتأكيد الفترة دي كان لها سلبيات كتير ولكن كان لها أيضاً إيجابيات الناس افتكرت إنه خلاص إحنا استغنينا عن الكنيسة لعن الأداس نقدر نسمعه حتى إحنا حاولنا بقدر الإمكان ككنيسة كمان نتواجد في البيوت عن طريق الأونلاين ونجحنا في فترة من الفترات عملنا أسبوع الألام كله تقريباً أونلاين وكانت الناس مبسوطة خالص ولكن أنا في الواقع زي التعليم برضو لما بيقولوا التعليم أونلاين أنا من الأشخاص اللي يقولوا الحضور لا غنى عنه كنت طلعت بعدين مقولة بتقول مع الأونلاين هناك تعلم لكن ما فيش تعليم الفرق كبير يعني أنا باخد معلومات لكن ما فيش تعليم لأن التعليم هو شامل لشخصية الإنسان كله تفاعل في الحضور التفاعل يعني الخبرة اللي أنا بحضرها لما يحصل موقف معين مع المدرس مع الطالبة مع الأشخاص يعني في مواقف إنسانية لا تعوض بالأونلاين فعشان كده أنا أظن دي من ضمن الإيجابيات الدروس اللي إحنا تعلمناها إنه التنشئة والتكوين مش أونلاين أبدا لكن التعلم ماشي أنا باخد معلومات وبتعلم عن طريق النات والفيديو والأونلاين وكل ده ماشي لكن أنا ما تتكوينش الأسرة النحو واحد السلبية هناك تفسخ حصل نبقى إحنا عادين كلنا على الأكل وكل واحد ماسك الموبايل وباصص فيه وبيعا كله مش عارف ممكن يحط الموبايل بدل اللقمة في بقه يعني يعني حاجات تحصل عجيبة يعني كانوا جابوا فيديو زمان واحدة ست كبيرة عملت عيد ميلادها وعزمت أحفادها بكت في اليوم ده كما لم تبكي من قبل يعني ليه كل الأحفاد كل واحد ماسك الموبايل مافيش واحد حتى قالها كل سنة وانت طيبة فأدي تفسخ بقى أنا موجود معاك بجسدي ولكن مش حاضر ليك فإذا أنا أظن أنه لازم نتعلم من الخبرات دي أنا مش بقول ضد التكنولوجيا أنا يعني رجل مش ما عنديش حاجة ضد التكنولوجيا بالعكس كل الإمكانيات البشرية هي نعمة من عند الله أكيد لكن لازم نعرف أن كل الإمكانية لها البعد الإيجابي والبعد السلبي ومرات كتير جدا لو أنا بستخدمها وحش يبقى بعدها السلبي أكتر بكتير فأنا أظن أنه كورونا كانت فترة من الفترات نرجو أننا نكون تعلمنا منها حاجات كتير وزي ما بيتكرر كورونا ممكن تاخد اسم تاني تبقى الأزمة الاقتصادية وهكذا يعني ممكن طبعا في أزمة اقتصادية أكيد لكن هل الأزمة اقتصادية تفقدنا العلاقات العائلية الحضور الأسري مع بعض فأظن أني الأزمات ممكن تخلق حاجات إيجابية في حياتنا كمان لكن لو إحنا عايزين نتعلم منها شكرا سيدنا شكرا ممثل الأنشطة الرسولية شكرا ومكملين معكم في جلسات أخرى للحوار مع غبطة أبينا البطريارك موسيقى اشتركوا في القناة